واحد قبل بتكلم كورا مسئولية مسئولية جبيرة جدا بالذات المطشاط الديربي مطشاط الكلاسيكو المصري اللي بتتلعب في خارج مصر طبعا انتوا عارفين انه مطش الاهلي والزمالك ده من زمان جدا من زمان جدا 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 من قبل ما وعيت على كورا وعرفت يعني ايه ديربي اهلي والزمالك وانا عرف ان البطولة دي او المواجهة دي حتى لو مش على بطولة او مش على يعني على سوبر او غيره محطة انظار واحد كل وسائل اعلام اتنين جماهير الناديين وهم اكتر بكتير جدا من الشعب المصري يعني في كل دولة عربية من شعبها الناس بتشجع الاهلي والناس بتشجع الزمال ان كان طبعا الاهلوية اكتر من الزمالكوية دي قصة تانية بس يعني في النهاية في اهلوية وفي زمالكوية في شمال افريقيا في المغرب في تونس في الجزائر في الكويت في السعودية في البحرين في الامارات في الاردن في امان في فلسطين وعشقانا في فلسطين يمكن حتى ظهرين وخدوا من وقتهم ومجودهم كل الشكر ليهم طبعا وكانوا موجودين في السعبال الفريق عندنا في كل مكان اهلوية وزمالكوية في النهاية من اول ما الستاد يفتح ابوابه ويستقبل الجمهور لغاية لما الستاد تخلص البطولة ويتم تسليم الكاس للبطل وتخرج الجماهير كل المشاهد اللي انتوا هتشوفوها على ملعب هزاع بنزايد واللي هتنقلها الكاميرات التلفزيون واللي هتنقلها كاميرات المصورين الصحفيين واللي هتنقلها كاميرات الناس اللي موجود نهاردة بقى عندك خمسة أو يكون عندك موجود خمسة وعشرين الف مراسل موجودين جوه الملعب كل واحد من الجمهور ماسك موبايله وبيصور وبياخد لقطات الصورة في النهاية صورة مصرية التابلو ده تابلو مصري اتمنى ان كل واحد يدرك حجم المسئولية في انه يوصل الصورة يوصل الانطباع الصحيح عن مصر عن شعب مصر الكريم العظيم الأصيل مسئولية كبيرة جدا 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 نتمنى التابلو ده يخرج بشكل أكتر من رجل